أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود لتيسير وتحفيز الاستثمار لا سيما في المناطق الصناعية وذلك في ظل اهتمام الدولة البالغة بهذا القطع وخلال اجتماع لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية أشار مدبولي لوجود مقترحات وطلبات من عدد من المستثمرين تتمثل في زيادة النسبة البنائية وزيادة الارتفاعات والتوسع في أراضي المطورة الصناعية كما وجه مدبولي بالعمل على دراسة هذه الطلبات هذا وكلف رئيس الوزراء رئيس هيئة تنمية الصناعية بسرعة الإعلان عن كل قواعد واشتراتات البناء وما يخص طلبات الارتفاعات وغيرها في المناطق الصناعية